بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والاشتراك بها وغلاه اجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصعبه بذرور الصلاة والتسليم وان شاء الله مواصلة في مادة التحليل العدي هو النيموريك والاناليسيس الدور ده هنتكلم عن الباب الثاني اللي هو كابتر تو اللي هو بتتكلم لنا عن Solving the equation أو solving the linear equation system اللي هو حل المعادلات الخطية مقدمة التيتوريال لأستاذ عثمان كامال عبد الرحمن المتابعة تمت تحضيرها بواسط أستاذ محمد إحلي محمد مير المسائل المختارة لهذه المتابعة مأخوزة من شيد نيازة وفيق أحمد ان شاء الله في هذا الكابتر هنعرف انه كيف نحل المعادلات الخطية اللي هي لما تكون أكثر من معادلتين خطيات انا عاوز اجيب منهم قيم المجاهل بتاعتهم ففي الظروف العادية مثلا لو كان عندنا مثلا معادلة نقول إنه خمسة X1 زايد 2 X2 الساوي سبعة مثلا وثلاثة X1 زايد X2 مثلا تساوي عشرة مثلا فادينا ممكن أحلهم آنيا أضرب دي هنا عادي هنا في اثنين دي الحائل بتحصل لسنا نتخلص نقيمة X2 لما أضرب دي في اثنين هتبقى المعادلة عبارة عن 6 X1 زايد 2 X2 تمام ساوي 20 يبقى عندنا حل المعادلتين لتين دي مع بعض ويبقى ستحصل مباشرة على الناتج بتاعي اللي هو عبارة عن شنو عبارة عن 5 X1 ناقص 6 X1 هتكون عبارة عن وعبارة عن 5 X2 بسالب 1 وإثنين X2 لما أطرحها من الثنين X2 بتبقى صفر يبقى عندي السبعة ناقص العشرين اللي هو بساوي سالب سالب 13 إذن قيمة X1 تساوي مباشرة هي قيمتها تساوي 13 بعد ذلك أمشي أعود القيمة في واحدة من المعادلات الأساسية لنتحصل على قيمة الثانية سيكون 5 X3 زايد 2 X2 بساوي 7 تحل هو بقيت قيمة X2 مباشرة هذي في الظروف الكلام دي بحصل في الظروف العادية انك عدت عندك معادلتين بمجهولين بتحلهم هانيا لكن بيختلف الأمر تماما لما يكون عندي مجموعة من المعادلات عاوز أجيب لها شنا عاوز أجيب لها حل مجموعة من المعادلات دي مثلا تكون أكثر من معادلتين وفعلة يعني 3 معادلات 4 معادلات 5 معادلات أنا عاوز أحلهم بخمسة مجاهي لشنا نجيب الحل لهم فالحاجة دي تبقى صعبة جدا شوية لزورنا يحلها بالطرق العادية فانيوماريك الأناليسس واحد من الطرق أو من أفضل الطرق اللي بتحل للك المعادلات الخطية الآنية بكل سهولة باستخدام طرق مباشرة وطرق غير مباشرة الطرق المباشرة اللي هي بتتكلم لنا عن جاوس إليميناشن اللي هو الحسف لجاوس والطرق الغير مباشرة اللي هي بتتكلم عن ثلاثة علماء اللي هما جاكوبي وجاوس صيدل و SOR اللي هي الطريقة بتاعتها Successive Over Relaxation أو Successive Over Relaxation طيب فبالتالي شان أنا أقدر أحيل أي مجموعة من المعادلات أن أستخدم الطرق ديه حتى لو كانت إلى ما لا نهاية معادلة بما لا نهاية مجهول فألف معادلة بألف مجهولة نمكن أحيلهم باستخدام الطرق دي بكل بساطة فنمشي نشوف Example وهذا ال Example سنتطبقه على كل الطرق سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة طيب ال Example اللي قدامكم دفيه ثلاثة معادلات بثلاثة مجاهيلة اللي هما X1 X2 X3 وأنا عاوز أجب كل من قيمة X1 X2 X3 طيب يبقى عندنا 2X1 X2 X2 X3 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 يبقى عندي ثلاثة معادلات بثلاثة مجاهيلة عاوز أجب كل من قيمة X1 X2 X3 طيب لكن كل طرقين ده شرط أنه الشرط في كل معادلة من المعادلات أنه قيمة X1 تكون أكبر أكبر معامل طيب نجي في المعادلة الأولى طيب نمش نشوف المعادلة الثانية تمام المعادلة الثانية تمام X1 معامل 1 هل X1 أكبر الغيمة المطلقة له هل هي أكبر من الغيمة المطلقة للستة أو زائد الغيمة المطلقة للثالب الثالب الواحد يبقى الخمسة أكبر من 2 زائد الثالب الواحد اللي هي لما أشير لرغيم المطلقة تبقى 1 2 زائد 1 يبقى ثلاثة فيبقى الخمسة أكبر من الثلاثة فبالتالي كده تحقق الشرط يعني عرفت المعادلة رغم واحد بالنسبة له فطوالي أشيء لمشي أستبدله بالمعادلة القاعدة محلها أوتوماتيك بقت إنه 5 X1 زائد 2 X2 X3 تساوي 6 المعادلة الأولى طيب بعد ما حققنا الشرط X1 نحقق الشرط X2 في المعادلتين الباقيات اللي هم المعادلة والمعادلة طيب طيب نجي نشوف هنا هل الغيمة المطلقة الغيمة المطلقة بعد one ный X2 объcend 3 أعجز Sisters cade 3 و 3 و 4 ضم ثم ثم المعادلة ثانيا 一 ثم طب ثم ثم انه أسان ثم تمام محتاجة ترتيب لانواصلا هم كلهم كلهم ثلاثة. يبقى اربع معادلات حمشة يشوف الثالثة والرابعة ايهما ايهما اولى من الاخرى. تمام? فكده نكون حققت الشرط بتاع الترتيب لانو بطرق كل هدي الشرط بتاع عشان تطبق فيها الحلول بتاعتك. بعد ذلك نحن نشوف الحل عن طريقة طرق دي ما رتبناه الى الى كل حلول الانو نصفيت خمسه اكس 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 تون اكس اكس 3 تساوى 6 و اكس اكس تون تنا liz 2 زاكس اكس اكس تشوى 7 انتم هو احد correspondents معادلة معروفة حسرت على غانون. انا هديكم لا لازم تكتبوها لي في الاول حمشو شوفها في الشيت بتاع نيازي اللي حيرسلوا ليكم اه تكتبوا الغانون بعد ذاك تكتبوا فيه مباشرة طيب انا بالنسبة لي في طريقة اخرى مبسطة جدا عشان اقدر احلا بها المعادلات دي واطبك فيه الغانون بتاع جاكوبي بتاعي طيب سوري طيب من المعادلة دي عاوز من لكم تقول تلي قيمة ال x1 موضع القانون قيمة ال x1 موضع القانون فبالتالي شان انا قدتها موضع القانون كل ما علي ان انا اشيل لي اوديها الطرف دا واشيل لي اوديها الطرف دا يبقى عندي المعادلة بتكون بصورة مبسطة جدا انه ستة اللي هي هنا الستة في محلها ماينس اتنين x2 ماينس اتنين x2 هنا اه ليه انها كانت بساري بحث امشي بغادرة للطرف التاني بالموج بحث تكون زايد x تكون زايد x3 بعد ذلك اقسم المعادلة كلها على خمسة اللي هي هنا بقت واحد على خمسة طيب الحاجة اللي عاوز توجدها اللي هي يمين الخطيطة الموضع القانون حتكون ات ام زايد واحد واي حاجة يمين على متل بساري حتكون اي مجهول يمين على متل بساري ويكون ات ام فقط في طريقة منه في طريقة الجاكوب طيب الكلام له طبعا كله بعد معاونة الترتيب طيب كده اخدتين x1 موضع القانون يعني وجدنا الغانون اللي بتعمل ليك مع او بوجد ليك الصورة اللي بتوجد ليك قيمة x1 طيب نمشي في المعادلة التانية اللي هي دية human ready خسي x2 موضع القانون ومن من المعادلة تلية سيخبر لغم 3 المعادلة يطريبون مجهول بتاعه المعادلة اول方面 فacy مايضر والمعادلة تالية ان تكون لازم اخد x3 موضع القانون لو أموت 0 حسنا 13 إن نخذ من المعادلة الثانية الى موضع القانون مايضر سيبدأ سوف نرحل كل من X1 في الطرف هذا و X3 في الطرف هذا يبقى عندي ستكون قيمة 6 X2 تمام؟ ستساوي إلينا 4 تمام؟ ستساوي بالموجب ستساوي بالسالب سيكون 4 ناقص X1 اللي هي 4 ناقص X1 تمام؟ وسالب الثلاثة X3 ستساوي بالطرف الثاني ستساوي بالموجب ستكون plus 3 X3 تمام؟ X2 دي معاملة كان 6 فحاكسم الطرفين على شنو؟ حاكسم الطرفين على 6 يبقى X2 يساوي إلينا 1 على 6 في 4 منس X1 زايد 3 X3 طيب زي ما قلت؟ الحاجة اللي أنا عاوز أخطى موضع القانون ستكون add M زايد 1 اللي هي شمال التساوي أي حاجة بعد التساوي في جاكوبي فقط ستكون add M لأنه تختلف في جاو الصيدل وتختلف في SOR تمام؟ ستكون add M ستكون add M كذا خدتنا X2 موضع القانون من المعادلة الرغم 2 كذلك أنا مش نشوف شنو؟ المعادلة الرغم 3 ستكون X3 موضع القانون ستكون X3 موضع القانون ستكون X3 موضع القانون ستكون 7 ستكون 4 7 2 X2 زي ما قلت الشمال التساوي الحاجة اللي عاوز أجده هي حدكون add M زايد 1 الآن سنبع شوية حاطر حاشرح يعني add M تمام؟ المعادلة الرغم 3 ستكون أي موضع قانون add M كما تخص لنا ما تخص قاعدة جاكوبي المسألة فيها معطيات كدة أنا خطيتها باعتبار أن طبقت القانون بتاع جاكوبي تمام؟ هو عبارة عن قانون فوق فكة بتاع السميشة لكن تأخذ زمن أنا كده بسطر لكم باعتبار أن طبقت لكم القانون بسهولة جدا طيب المعطيات في المسألة عندي القيمة الابتدائية اللي هي X1 add 0 تساوي 0 و X2 add 0 تساوي 0 و X3 add 0 تساوي 0 عندي نصف 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 0.005 0.005 0.005 اللي هو عبارة عن 0.005 في شنو من ألف 0.005 من ألف طيب بعد ما شفنا المعطيات بتاعتنا طيب القيمة دي هي القيمة دي هي قيمة ال M اللي أنا بتكلم عنها يعني نقول X1 add 0 معناة X1 add قيمة M تساوي 0 اللي هي دي M تساوي 0 تمام يعني الخطوة الاتدائية يعني لاحظ معي العامود ده كله هو عبارة عن M يعني إن حاجة شكل جدول الجدول ده في الحاجات اللي أنا مطلوبة وفيه القيمة بتاعت M وفيه الماكسيمم الماكسيمم طيب دي القولم بتاع M القولم البعض سيكون القولمار X1 القولمار البعض سيكون القولمار X2 والقولمار X3 والقولمار الأخير اللي هو هيكون الماكسيمم اللي هو ده أنا بقارنه مع الدقة المعطى عندي في المسألة طيب الآن بتبدأ من 0 حتكون 0 1 2 3 اللي هي بعتها اعتبار ستبس 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 لحد ما شنو لحد ما شنو يكون اقل من أو يساوي الطرلونس بتاعي لحد ما شنو يكون اقل من أو يساوي الطرلونس بتاعتي لو لاحظت هنا 0.0031 فالقيمة دي هي اقل من 0.005 فبالتالي هنا طوالي هنا هقول شرطا قيمة X3 هي القيمة دي وقيمة X2 هي القيمة دي وقيمة X1 لكن أنا كانت حصل على الحاجة دي لازم اطبك لاشنو اطبك في القانون القانون يبدأ من الخطوة 0 فيبقى عندنا م لما تبدأ بـ 0 سيكون X1 أعتم تساوي 0 قيمة أطلا كانت X1 بصفر فهذه المعقل 0 ستبعث الجدول من 0 0.00 اللي هي في النهاية 0 طيب فذلك قيمة X2 أعتم تساوي 0 اللي هي قيمة برضو اللي هي ستكون 0.000 تمام القيمة X3 لمن M تساوي 0 اللي هي عبارة عن 0 أيضا سيكون بـ 0 فهذا أول حاجة في جدول ما في eso .. نجد ماكسم المعرور يتحسب لأن اللقم الخطوة المعادلات اللي هي唯 أن العيشة طيب نجل الخطوة رغم كم؟ رغم واحد دي من انتهت انتهينا مناه الصفد انتهينا منه تمام؟ نجل الخطوة رغم كم؟ الخطوة رغم واحد اللي هي الخطوة زيره جاساً already given عندي في المسألة تمام؟ بس أنا فقط باتتباه طيب نبشي لما المتساوي ون؟ لما المتساوي ون؟ تمام؟ هنا معنات شنو؟ هنا معنات في القوانين لما المتساوي ون؟ أنا بالنسبة لي دي باعتبار شنو؟ باعتبار قيمة X1 at 1 يعني هنا دي القيمة دي لما المتساوي ون؟ عبارة عن X1 at 1 تمام؟ ولما هنا الغيمة دي عبارة عن دار حسيب دي ذاته دي ذاته ودي ذاته دي هنا نقودة دار حسيب دي عبارة عن قيمة X1 at 1 وديا البوين سيكس دي اللي هنا دار حسيب دي عبارة عن X2 at 1 وقيمة الومبوين 75 دي عبارة عن قيمة X3 at 1 طيب أنا بالنسبة لي دي كلهم مجاهية عبزي حسيبهم تمام؟ فبحسيبهم باستخدام المعادلات الثلاثة لقدامكم دي لك طيب اللي هم دي لك طيب شنحسي قيمة X1 at 1 أنا مفترض في المعادلات هنا في المعادلات هنا أخذ Mb0 في كل المعادلات ليه؟ لأنه لما أخذ هنا Mb0 هيكون X1 at 0 زايد 1 يعني برجع لخطوة قبلها هيكون X1 at 0 زايد 1 اللي هي دي عبارة حتكون 0 زايد 1 اللي هي بواحد هيكون دي عبارة عن X1 at 1 تمام؟ معتقوا هعود على طول المعادلة يعني هنا هتكون صفر وهنا هتكون صفر فيبقى عندنا هيكون X1 at 1 تساوي 1 على 5 في 6 ناقص 2 في X2 at 0 X2 at 0 اللي هي قيمة تبقى X2 at 0 اللي هي قيمة تبقى صفر فهيكون الحد راح زايد X3 at 0 اللي هو Mb0 برضو هنا هيكون برضو بصفر لأنه X3 at 0 بالساوي 0 فبالتالي عندنا بقية 1 على 5 في 6 فقط اللي هي 6 على 5 اللي هي 1.2 اللي هي قيمة X1 at 1 كده انتهينا من X1 at 1 نمشي نحسب X2 at 1 X2 at 1 نفس الكيفية هيكون هعود Mb0 لتحصل على X2 at 1 ستكون X2 at 0 ستكون X2 at 1 ستكون X2 at 1 ستكون 0 هنا ستكون 0 ستكون 1 على 6 اللي هي قيمة X2 at 1 ونشي نحن نزيلها في الجدول اللي هي دي محلة أصلاً اللي هو X2 at 1 ستكون ستكون X2 at 1 ستكون 1 على 6 في اربعة ناقص اكس وان اات زيرو اكس وان اات زيرو بي زيرو اردي فبطري دي زيرو انتهت. اه زايد تلاتة اكس سري اات زيرو برضو تلاتة في صفر بي صفر فيبقى عنده واحد على ستة في اربعة اللي هي هتكون بوين سكس 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 سفن. تمام? اه بعد ذاك نمشي لاجيب ال اكس سري برضو اات شنو اات وان. لكن اشان اجيبها هنا لازم معوض اكباري ام بصفر. حيانا سيكون مباشرة عبارة عن سبعة ناقص اتنين في اكس وان اات زيرو ناقص اكس تو اات زيرو. هيكون عندها عبارة عن واحد ناقص اربعة واحدة الاربعة في سبعة ناقص اتنين في صفر اللي هو اكس وان ات زيرو اللي هي قيمتها بزيرو فبالتالي بزيرو فبالتالي بزيرو فيبقى ربع في سبعة اللي هي حبارة عن واحد بوين خمسة وسبعين. كده نكون اوجدت شنو اوجدت يا دوب الصف الاول بتاعي. باعتبار الصف الصف الاصف الاصف الاول. طيب شلت الغيم دي عوضتها اللي هي قيمة اكس وان اات وان جبدها وقيمة اكس اكس وان ات وان وقيمة الاكس وان ات وان. فبعد امشي للخطوة البعديها. لكن قبل ان امشي للخطوة البعديها امشي احسب الماكسيموم ارور اللي هو دا انا بقارنه مع الدقة المعطوين في شنو في المسألة هنا. طيب. هل القيمة المطلغة لون بوين خمسة وسبعين اقل من او تساوي الزيرو بوين زيرو زيرو فايف. طبعا لا. فبالتالي نحن امشي للخطوة البعديها اوتوماتيكي. اوتوماتيكي لي. نفترض امشي للخطوة خطوة البعديها. لانه القيمة المطلغة للمكسيموم ارور. ما بقت اقل من او تساوي الثرونس المعطف في المسألة. طيب. ليه انت قلت صح Lond law22. شيء ارور. فلاحظ. المكسيموم ارور سيحسب قيمة المطلغة لقيمة المتغير. ما هي قيمة المتغير قبل H1. صحيح اللي هو هكبر حقيقي الرمال المطلغة لحصل طيب. القيمة المطلغة لحصل المطلغة لحصل القيمة البعدة 1.75-0 فأكبر قيمة لهم يعني هل أكبر 1.2 أو 1.66 أو 1.75 طبعاً 1.75 فهذا أنا أعتبره شنو؟ أعتبره بالنسبة لي الماكسيموم error بتاعي اللي هو تغارنه للثلاثة شنو؟ للثلاثة مع بعض ليه ما كان minimum error؟ لأنه إذا كان minimum error بأسر على القيمة البعدية فأنا بغارم بخطأ أكبر أكبر فريق ليه؟ لأنه الأكبر ده بشمل الأكبر ده أوتوماتيك لي بشمل شنو؟ بشمل الأسقر يعني لانت لما تقول مثلاً لو شيلت دي باعتبار ده أقل خطأ وغارنته مع الدقة معت القيم بتاعة X1 وقيمة X3 بكونوا شازات يعني ما نفس القيم أنت عاوزه فبالتالي فبالتالي الحاجة دي كده ما صحيحة فلازم أشيل شنو؟ أشيل أكبر خطأ لأنه بشملهم كلهم يعني ما تأثير على قيمة الأقل منه لا يمنى الخطأ أكبر ما تأثير على قيمة الأقل أقل منه طيب ده كده بالنسبة للخطوة رغمي واحد نطبق نفس الغوانين دي نفس الغوانون ده لكن الدور ده لشنو؟ لما M تكون 2 طيب لحظة طيب نطبق لما M تساوي لما M تكون تساوي 2 طيب مع ذلك أنا عاوز أحسب قيمة أحسب قيمة أحسب قيمة X1 A2 وأحسب قيمة اللي هي الغيمة المتشولة دي اللي هي قيمة X2 A2 والقيمة دي اللي هي ده لحسبها تكون X3 A2 لكن إن شاءل أنا أحسب X1 A2 و X2 A2 و X3 A2 لازم يمشى عاوز في المعادلات لهم القيمة في قدول ناقص خطوة تمام؟ يعني هنا سيكون 2 ناقص واحد اللي هي بيكون بيا واحد فبالتالي ناقص عاوز هنا لأنه أنا هنا ستحصل على قيمة X1 A2 لازم عاوز M هنا في المعادلة واحد ستبقى اوتوماتيك ل X1 A2 زايد 1 اللي هي X1 A2 و دي القيمة الأن اللي هي باعتبار دي تمام؟ كذلك X2 A2 برضو ها عاوز هنا بيا واحد ستكون X2 A1 زايد 1 بياس 2 ستبقى طوال هنا ستحصل على قيمة X2 A2 و دي هنا قيمة X1 A2 وهي كذلك هنا لما اعوز M بالساوي واحد كل المعادلة على طول المعادلات ستكون X3 A2 A2 لأنه هنا بيا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا معاوز على طول المعادلات طيب لكن شوف بالتعويض اللي هي قيمة X1 at 1 زايد 1 اللي هي X1 at 2 دي انا القيمة المتشولة لي بالنسبة لي اللي هي هدية طيب بساولينا 1 على 5 في 6 ناقص 2 X2 at 1 يلا يبقى قيمة X2 at 1 هي هادي ليها قيمة X2 At M تساوي At M تساوي 1 اللي هي 0.6 0.66 7 طيب زايد قيمة X3 at 1 قيمة X3 at 1 قيمة X3 at 1 اللي هي بساوي لنا 1.5 بساوي لنا 1.5 بساوي لنا 1.5 وسبعين يبقى هنا 1.5 وسبعين فبالتالي سيكون قيمة X1 at 2 بساوي لنا 1 على 5 في 6 ناقص 2 في 0.66 زايد 1.5 وسبعين الناتج بتاعه مباشرة هو عبارة عن 1.8 1.283 سري طيب كذلك نحسب X2 at 2 طيب سيكون 1 على 6 اللي هي باعتبار X2 at 1 1 زايد 1 اللي هي باعتبار X2 at 2 بالساوي لنا 1 على 6 في 4 ناقص X1 at 1 X1 at 1 اللي هي هذه 1.2 X1 at 1 1.2 طيب دي 1.2 طيب زايد 3 tantين X2 at 1 1.25 0 طيب طيب 1 1 0 ويحسبها في الساولين 1 على 4 حب 7 ناقص 2 في X1ات1 اللي هي بلنا بشنه 1.2 اللي هي هذه اللي القيمة دي وناقص X2ات1 اللي هي عبارة عن قيمة 0.667 اللي X2ات1 0.666 فبالتالي أنا قول حصلت على قيمة X3ات2 اللي هي قيمة طلعت بكم بلنا 9833 بعد نفس الكيفية جاء شوشينو أشوف حصل الطريح ما بين داء وداء وما بين داء وداء لحظة تنتظر مراتها أكتر طيب بعد ذلك للحطة بتاعت الماكسيموم ارور دي تمام أجا شوف الفريق ما بين داء وداء ما بين داء وداء دايما أي قيمة ويقابليها داء وداء أكبر فريق هو الماكسيموم شوشينو الماكسيموم ارور بالنسبة لي طيب نشوفه بالكالكوليتر طيب لما نجي نشوفه بالكالكوليتر حيكون آآ لاحظ معي أنا داير شنو داير دا أول حقيقة اللي كتنية اللي هو دا ناقص دا حقيق مباشرة حقل حقل 1.28 2 8 3 3 ناقص 1.2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 ناقص 4 6 6 6 6 6 7 5 5 5 5 طيب نمشي نشوف اللخيرة اللي هي قيمة X3 هتكون عبارة عن 0.9833 minus 1.75 هتكون بالسالب لكنا دائما أقول لكم شنو القيمة المطلقة لها القيمة المطلقة لها لها تكون 0.7 0.7667 تلاحظ أكبر فريق هنا بناتهم الثلاثة 0.0 0.7667 يبقى الكبير 0.7 صح هذا هو المكسيوم الرابط 20 بعد ذلك أقارن مع الدقة المعطى هنا في المسألة 0.0005 هل القيمة أقل من المكسيوم الرابط هل أقل من أم تساوي الدقة؟ لا إذن طوال أمشى الخطوة رغم كم؟ الخطوة رغم ثلاثة ونفس القوانين نمشى تطبيق لكن الدور ده هنا هتكون عاوز قيمة X1 add 2 sorry add 3 فإشان عاوز قيمة X1 add 3 فعاوز هنا بأي 2 هنا بأي 2 هنا بأي 2 هتكون X1 add 3 قيمة X3 add 3 طيب كذلك X2 add 2 اللي هتكون قيمتنا لازم عاوز هنا بأي 2 لانتحصل على قيمة X3 X2 add 3 حيبكون X2 add 2 زايد 1 اللي هي X2 add 3 اللي هو بيسارينا 1 على 6 هنا برضو هتكون 2 على طور المعادلات تمام؟ فرضو هنا عاوز قيمة X1 add 2 اللي هي قيمة 1.833 والX3 ده قيمة 0.9 اللي هي 0.9 833 كذلك أمشي أحسب منه أحسب X3 add 3 هعوز هنا بأي 2 هتكون X2 add 2 زايد 1 اللي هي X3 add 3 اللي هي داري جيبها القيمة دي دي بعد ما أحسب نجيبنا قيمة X2 add 2 دي هنا هتكون قيمة X3 add 3 هنا هتكون 2 وهنا هتكون 2 على طور المعادل هتكون X2 add 2 اللي هي 1.8 1.2833 وده قيمتها 1.35 1.3417 كذا أنا هتكون تحصلت مع تضريبات حصلت على قيمة منه حصلت على قيمة X3 add 3 الشي ننزل وين في الجدول بتاعي ونفس الشي أطرح دية من دية ودية من دية ودية من دية عشان يتحصل على شنو أكبر فريق لشي دول القيمة المطلغة هجي غنزل وين أنزل في الـ وقارنه لاحصت إنه still list ما أقل من maximum error فبالتالي سري ما أقل من الترونس فبالتالي لازم أمشى الخطوة البعدية لكن الحاجة دي بتاخد زمن جدا آآ بالكالكوليتر اللي هي جدامكم دية فنحن ننظف الشاشة آآ فريق طيب 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 أزوز هم کہ أزوز اللي هو أزوز casing اشتركوا في القناة سوف احجف نفس الركايل لأستخدام الخاص هدي الا الم من بالموعدل احجف م Viram سوف اعطل真的 الركايل الـ X1 في الكالكوليتر اديها X الـ X1 اديها X و الـ X2 اديها Y و الـ X3 اديها M تمام؟ في الكالكوليتر طيب ديل سيكون مختلفة عن ديل طبعا لأنه يديد M زايد واحد و يديد M زايد واحد يبقى ديل يفرض لهم مثلا B يفرض لها C يفرض لها A الـ X2 اديها 1 يباعتباره C يباعتباره A يباعتباره B تمام؟ يعني أنا رمزت رمزت X1 اديها M زايد واحد رمزت لها في الآلة الحال بابي X والـ X2 أديها M زايد واحد رمزت لها في الكالكوليتر بي Y والـ X3 أديها M زايد واحد رمزت لها في الكالكوليتر بي شنو بي M والـ X1 أديها M أديها M زايد بي A والـ X2 أديها M زايد بي B والـ X3 أديها M زايد واحد وعادلة اللي أنا تحصلت عليها D طيب هتكون مباشرة X ألفا X تساوي واحد على خمسة زي ما هي هيكون بسطة على مقام ستة ناقص اثنين بي اللي هي الآن المسلاة B طيب زايدا C طيب أعلى كم؟ أنا خمسة طيب البعادة هذه كده المعادلة الأولى المعادلة الثانية ستكون معادلة Y اللي هي تساوي لنا بسطة على مقام أربعة منص A اللي هي X1 تمام زايد ثلاثة C هل ندخل مقصوم على خمسة على 6 طيب اللي بعدها اللي هي ال M تساوي لنا بسطة على مقام اللي هي هتكون 7 ماينس 2 A اعتبار X1 مقص P مقصوم على كله على خمسة طيب كده أنا دخلت مقصوم على خمسة معادلة لحساب X اللي هي بيتمثل X1 عاد M زايد واحد ومعادلة لحساب Y اللي هي بيتمثل X عاد M زايد واحد طيب بعد ذا أجا أشوف شنو أشوف انه كل مرة كنوب انه أي واحدة بعد ما انتهت الخطوة دي لما يجل الخطوة البعديها قيمة A الجديدة تمام باعتبار D input بالساوي لنا قيمة X اللي هي بيتمثل أو output اللي هي بيتمثل أو output الجديد فللاحظت أي قيمة مثلا أنا دية 1.2 لما حسبت اعتمدت على الصفر و 1.2233 يعني في أي خطوة باعتمد على قبلها في الخطوة القبلها يعني أي معامل في المعادلات باعتمد على القبلية طيب آآ نقطتين قيمة ال Input الثاني اللي هو بيزأني منه بيتساوي لنا قيمة آآ ال Y أعداء قيمة ال M صريح هي الحاجة اللي هي C تستاوي لنا قيمة ال M طيب قبل الكلام دا لازم اشوفش اكتب خيار برضو بتاع القيمة المطلغة بتاعتي لانو أنا بحس في معادلات بعد ذلك بحس في قيمة المطلغة بعد ذلك شنو يمشي للخطوة البعديها الآن الحيطة بتاعتمد تساوي يتمسل لك لانك فعمل آآ Absolute اللي هي القيمة المطلغة بتاعتي ABS تمام L X minus A اللي هي دي باعتبارها A و دي باعتبارها باعتبارها X X نقطتين Sorry Shift Absolute الثاني اللي هي هتكون Y تمام Y minus P البعدة هتكون Shift أبص يود هتكون M ناقص القبولة اللي هي شنو C كده أنا كون شنو خلصتها الجزء بتاع الشرط بتاعي بتاع الغيبة المطلغة واختار منه بعدين ماكس 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 باعتباره باعتباره انه في الحتة بتاع الغيبة المطلغة دي باعتباره كانت شنو باعتباره انه دي X و دي عبارة عن A دي عبارة عن Y و دي عبارة عن B دي عبارة عن M و دي عبارة عن C دي عبارة عن M ناقص C في الجزء بتاع الغيبة المطلغة بعد ما انتهيت دارمشي الخطوة البعدية بمشي اللوب بقوم بساوي القيم بابعضة بالقبليها اللي تحصلت على شنو لانه انا لما يحسب السطر ده هعتمد على الحسابات على قيمة منه على قيمة السطر ده والدين و اصبح الوصول عليها بقومت على المنزل توقيت على قيمة سطر ده بعد ما انتهيت ملتقى اول حاجة يجب عليك من تلاتبية يجب عليك قيمة P قيمة بي بي صفر اليها دي اول واحدة قيمة c برضا بي زيرو قيمة a بي صفر تدخل تعمل بساوي زيج بساطر، أحسب لي كميمة منه احسب لي كميمة ال X اللي هي 1.2 طيب بعد ذلك حسب لي قيمة Y 0.66 بعد ذلك حسب لي قيمة M 1.75 طيب نجعل ذلك الفرقة الأول 1.2 الفرقة الثانية 0.667 الفرقة الثالث 1.75 فإذا أكبر خواه هو 1.75 بعد ذلك نعمل A تساوي X B تساوي Y C تساوي M يساوي 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 ستحصل على قيمة 1.833 دي القيمة الجديدة للX اللي هي باعتباره في الخطوة الرغم 2 والبعدة 1.341 اللي هي القيمة الجديدة للY والبعدة 0.9833 اللي هي دي القيمة بتاعة M اللي هي بتمثل X3 بعد ذلك نشوف القيمة المطلقة للخطأ طيب 0.08 زي ما قلنا 0.675 0.766 هي بقرر أكبر 0.7 إذا ماكس ما قلنا هو 0.766 حتى تساوي يساوي 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 كده هتحصل على قيمة الجديدة اللي هي 0.86 في الخطوة الرغم 3 0.944 0.7729 كده تحصلت على القيم 0.42 0.42 هذا الخطأ الأول 0.3 0.3 ده نستبعده ويبقى الخطأ عندي انا تبقى الحاجاتي بعدها تدوينوها بعدها تمسحوها هذا 0.2 فاكبر واحد طلعت 0.4233 هو أكبر خطأ وحاجة أغرنا مباشرة ما عشنا أغرنا مباشرة مع الدقة اللي هي كانت 0.005 ولسه استلماء قليلا منها لكي ده حمشي لخطوة لخطوة البعدية وهكذا ساوي 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 ده الغيمة بتاعت الكسون م تساوي 4 البعدة البعدة وهكذا هكذا 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 لحد ما تصل لقيمة خطوة 11 سنحاول المطلوب لأنها أنا أورد أن أعرف الخطوة المحداثة لكن ثم لا أعرف إنها طيب كده أنا مشاهد لخطوة زيادة وهي خطوة رغمية اتناشر لكن أنا أصلا بكتفي بالخطوة دي هي 0.00031 وهذه عباره عن maximum error وقيمته أقل من 0.05 فبالتالي قيمة X1 هي 1.007 وقيمة X2 هي 0.998 وقيمة X3 هي 1.00118 ده يكون حالية النظام بتاعي بتاع الثلاثة معادلات بيدقة يغضار نصف عشر وفصالب صالبتين وهذا ما يخص طريقة منه طريقة الجافور طيب في حاجة برضو أنا حاولت حابب أن أبهلها اللي هي القيمة بتاع التغريب كنتين أنا بغرب أو كده لاحظ معي هنا فيه ثلاثة أرغام بعد الفاصلة العشرية تمام؟ أنا بأفضل إنه كشان تسيف روحكم خلوا أربع خانات على حسب الدقة يعني الدقة كانت عشرة استثارة بتلاتة يعني عشرة استثارة بتلاتة تمام؟ اللي هي باعتبار 0.001 طيب إتوا في الآلة الحاسبة شيلوا 0.0010 مثلا عشرة ليه أربع خانات ليه؟ لأنه لما نجي في المقارنة يعني مثلا مجد غيرانة ما بين قيمتين مثلا الماكسيوم إرر كان باعتبار 0.005 تمام؟ لو كان مثلا جاك لا مصال على النبي اللي هو 0.005 طيب لو مثلا جاك كده الواحد وخمسين طبعا هي أكبر من الخمسين لكن لو كنت بتغرب بثلاثة فواصل عشرة ده هتجاها الواحد هيكودي هتقول انت كده وصلت للترنس وكده غلط انت ما وصلت للترنس بتاعتك لأنه القيمة تحت الواحد وخمسين أكبر من الخمسين لأنه ندلو خطت لغسية تبقى خمسين فاشان كده نايم بقول لكم مشيلوا خانة شنو خانة زيادة بلاه تسيق الحتة بتحان تسيف روحك إنه ما ما تغلط في اختيار الدقة المناسبة طيب في الكالكوليتر أنا ممكن أسييتها على حسب الحاجة اللي أنا شنو الحاجة اللي أنا عاوزة اللي هي بالفكس بقول آآ تمام بعمل ألفا آآ صري شيفت مود رغم ستة اللي هي الفكس قال لك من الصفر اللي تزعي لتشوف ده التقرب بعد الفاصل العشرية زيرو لا أنا عاوز مثلا هنا في المتعة الذي أغرب أربعة لأنه هنا الضيقة في في ثلاثة أرقام وحاشيل أربعة أربعة أرقات فهنا أوتوماتيك لو كتبت مثلا خمسة على ثلاثة لو لاحظت هنا شنو لو لاحظت هنا دي بيقات عندي بالنسبة لي 1.667 لو لاحظتوا قرب عليه لأربعة فانات فقط هذا ما يخص طريقة الجاكوبي نواصل آآ في الطريقة الثانية اللي هي الطريقة الغير مباشرة رامي 2 اللي هي الطريقة منه طريقة جاو الصيدل طيب ما بيتختلف كثيرا اللي هي الطريقة بتاع جاو الصيدل في الحل بتاعي آآ نفس الشي بترتب المعادلات زي ما هي نفس المسألة نفس أي حاجة لكن فقط بيختلف في القانون العام مع جاكوبي بيختلف في معا جاكوبي في شنو انه لو لاحظوا ده الغانون العامة طبقنا له جاكوبي بتاعي لاحظ معاي احيان أقلي بولي جاو الصيدل فقط عديل تعديل بسيط يعني انت لما تكتب المعادلات دي اكتب ليك انها تتعامل كأنك قاعد تحلي بنوك قاعد تحلي جاكوبي لكن تمام في المعادلة رغمي 2 لاحظ معاي يعني أي حاجة انت حسبتها وقام قال شنو قال أنا أستعيد عنها عشان أسرع عملية الحل فلاحظينا قام هو شنو قام حل في سبعة خطوات لكن لو قبل شو بتتذكروا انه جاو الصيدل أسرع جاكوبي حلها في كم في 11 خطوات لكن أنا عاوز أحلها في شنو في سبعة خطوات لأنه سرعت الحل ليه لأنه قال ياو الصيدل قال أنا ما قام أطلا في الخطوة رغمي واحد دي لما جيت لرغمي 2 في الخطوة المواحد حسبت المزايد واحد لا عاد قيمة القديمة الشي يقيمات القيمة المزايد واحد لأنه الحسبت لك فهنا س هنا هقب براسوا هنا تمام المزايد لمزايد واحد dumb لمزايد واحد يا له Lab A لأن اتتجي في الحساب بعد قيمة المزايد واحد فيتلخ لا زي ما هي طيب لو تم ناجيxruck يعني أي حاجة انت حسبتها في الخطوة القبلية تعال عاوض في البعدية فقال X3 M1 قمت بتعديل القديم انه المستعاد بدي إستعاد بدي وستعاد بدي وال X2 فقط في الوحيد جاوس صعيدة القيمة الحسبة مباشرة لاحظ معي في المعادلة الأولى في التطبق لأنك تأثق لديك قيمة x1 at M-1 و لا قيمة x3 at M-1 لكن في المعادلة الثانية يتطبق المعادلة الثالثة و فقط تطبق لأن الواقع ستحسبت لك قيمة x1 at M-1 و معادلة الثالثة عندك x1 at M-1 و فأتي لاتطبق ليس بسرع عملية الحل طيب نشوف الكلام الطوالب نفس البرسيليا نفس اي حاجة فقط يتغير شنو يتغير في المعادلات بتاعتنا فبالتالي هتتغير الفرضيات اشوفها لكم بالكاليبوليتر سريع جدا طيب قونا دي ما هي X و قونا دي Y و دي قونا دي M طيب دي هتكون لو بتتذكروا كانت B تمام و دي كانت C و دي هتكون لاحظوا ما هي X1 مزايد واحد فبالتالي فبالتالي X1 مزايد واحد نفرض لها X دي هتكون X ما حتكون A دي هتكون C في محلها طيب هنا دي هتكون X1 مزايد واحد اللي هي قيمة ابنه بمتى ال X برضو اللي هي نفس هذه و X2 مزايد واحد هتكون قيمة ابنه بمتى ال Y طيب بعد ذا ما علي إلا نقعود وين أعود في الكاليكوليتر طيب لما نقعود في الكاليكوليتر حتكون قلاتي طيب دي المعادلات بتاعاتنا طيب المعادلات بتاعاتنا لو راجعتها طيب حتطر اكتبه من البيضان من المشكلة حتكون عندي بالنسبة لي المعادلة الأولى حتكون ثاني من معادلة حساب منو X تساوي بس على مقام طيب طيب لحظة طيب سنطبق الكالكريات العادي طيب قلنا دي هيا الاكس بس ساولينا الستة ناقص اثنين قلنا الاسطور اثنين ربزنا لها P تمام زائد سي على كم على خمسة طيب المعادلة الاولى المعادلة الثانية هي المعادلة اثنين يساوي سوري طيب طيب بستي على مقام اللي هي عبارة عن قيمة تشنو عبارة عن ربعة مينس اكس ون ات ام زايد واحدة رمزة اكس زايد تلاتة اكس سري ات ام اللي هي غيمة تشنو طيب المعادلة الثالثة اللي هي معادلة حساب الاكس سري ات ام زايد واحد اللي هي المزنلة ام تساولينا سبعة ماينس اتنين اكس اللي هي قيمة الاكس ون ات ام زايد واحد ماينس اكس سري ات ام زايد واحد رمزة ونشنو هو عبارة عن الواي على كم على اربعة بعدك نشوف شنو الحتة بتاعك القيمة القيمة المطلغة طيب الغيمة المطلغة هتكون شفت أبساليوت دم نو لي اكس نقص ا نفس الغي نفس الكلام المشفت شفت أبساليوت واي ماينس بي شفت أبساليوت آ الم الم مينس السي بعد ذلك تعال قليه انه قيمة الا تساوي ال اكس وقيمة ال ب اللي هو الانبود تساوي لنا ال واي وقيمة ال سي تساوي لنا ال م كالكولي طيب نبدأ بي بالنسبة لي كانت صفر اول واحدة السي برضو كذلك كانت زيرو الاي بالنسبة لي زيرو اللي هما الاي والبي والزي اللي هو عبارة عن شنو الغيمة الابتدائية اللي هما اداني قيمة الاكس اللي هي بتمسيلك اكس وان ام زايد واحد ساوي بوين فور سيك سيك سيس سيفين اللي هي دي قيمة الا اكس تو اللي لاحظت في القدول وان بوين زيرو سري سري بعدين نشوفها اكبر واحد في ميته وان بوين تو البوين فور طبعا نستبعده الوين بوين سري دي اكبر غيمة اللي هي وان بوين شينو اكبر وين تو وهي اقل من هي اكبر من الدقة لسه شان كده حنمشي لخطوة التانية طيب حدث يا اساوي 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 تساوي تساوي استاوي اساوي سري ما مشكلى علיها ستكون وان بوين تو tu اي بوجه غيماتها بوين تومانية وتزعين اي بوجه غيمتها بوين اتنين وفايف لانيتم انشوفها الخطوة المطلقة اول احد من الوحدة كانت zero 8.02 تبقى الوع من 002 ستبعدة الوع من 80 blush Böyle بوين 13 إذن البوين 51 هي الأكبر اللي هو ده ماكسيم ر وهو فرضو شنوه ما أقل منه ويساوي الدقة المعطلة عندنا في المسألة طيب يساوي 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 له قيمة الـ X اللي هو بـ .9870 قيمة الـ B نفس قيمة الـ M وقيمة الـ Y إذن البوين 2 هي أكبر قيمة اللي هي .2330 هكذا نعمل يساوي 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 حتى يصل الى الآخر وحدة يبي .955 .. أمشي للبعد طيب هنا الاكس بيجد اخر واحدة اللي هي قيمته اللي هي بمثل اتس ون قاد مزايد واحد بتمثل بوين ناين 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 би ذي الوايد بوين ناين ناين تو mate lia قيمة الاكس بات مزايد واحد قيمة الاكس سري بتمثل تبني اكس ونبلغ اكس ب beauين زيرو س passo وف نرى الضيقين ثم ا APP نريد. وطبعا اقل من الآ grandparents за woofynige اقل من الآ ماكسيوم أرار بتايله هو 0.0041 وهو ده أكبر من شنو أكبر من الدقة المعطية إذن قيمة الحل X1 تساوي 0.999 و X2 تساوي 0.992 و X3 تساوي لنا 1.000 سفين وكذا يكون حلية شنو حلية المسألة إذا أحتاج إلى استخدام واعدة جاوس صيدل وسرعت لنا الحل بتاعنا طيب نمشي للطريقة الثالثة اللي هي منسميها بعد جاوس صيدل مباشرة اللي هي الطريقة الثالثة بتاتي مكانة جاوس صيدل طيب نمشي ليشنو للSOR الثالثة اللي هي وزن المعادلة طيب وزن المعادلة ده بيكون given في المسألة بتاعته طيب ما هو موضح هنا اللي هو ب .9 أما إذا كان ما given فهنا بتختلف الحتة بتاعة الصور والسور في حالة الصور في حالة الصور لو ما كانت في المسألة قيمة الأوميغا given في الصور وعبارة عن قيمة الأوميغا طوال مباشرة تساوي لنا 1.25 أما في حالة الصور تمام في الحالة الأوميغا بتساوي لنا ب .9 أنا عندها قيمتين لو في المسألة قليك حلة بطريقة الصور وما ومادتك قيمة الأوميغا اشتغل لي ب .9 يعني خيارين بس تمام على حسب السؤال أما في المسألة اذا قلت لك تشتغل بالSOR لكن ألزمتك بقيمة الأوميغا اشتغل لي بقيمة الأوميغا زي ما هنا شنو موضح في المسألة بتاعتدي قال حلة بطريقة الأس ور لكن شنو أداك الأوميغا ب .9 طيب برضو كذلك طريقة الأس ور أسرع من منه أسرع من جاو الصيد لانه حلتها لنا في ستة خطوات لانه جاو الصيد لانه حلتها لنا في سبعة خطوات فطبعا الأسرع هي شنو هي اللي بتكون محبزة بالنسبة لي طيب الطريقة عنده قانون برضو في شكل صميش لكن برضو فكتوا بتاخد زمن لكنتم مطلوب انه تكتبوا لي لما تجيوا تحلوا في المسألة بتحديد بعضين في الامتحان لكن انا بوريكم الطريقة بتتعاملوا بها بدون شنو بدون القانون طيب بحشان انا هي تقوين المعادلة دي باشتقاها من نفس المعادلة انا لم أطلب المسألة بعد الترتيب طيب لاحظ معي هاحلها كيف قول معي حتى خصم اللي من المعادلة اولى x1 تساوي x1 من المعادلة الثانية x2 تساوي x2 من المعادلة الثالثة x3 تساوي x3 طيب زايد 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 اميجا بالنسبة لانبلاس تتجاهه مواملاما الثالثة المواملالك anov العمل في persone million المعامل بتاعي في قوس 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 الحد المطلق من كل معادلة هنا ستة هنا أربعة هنا سبعة ناقص باقي كل المعادلة يعني ذلك كلهم ستة ناقص خمسة تمام ناقص ثنين تمام زايد ناقص ناقص لمعادلة كما نستعتقد سبعة ستة ناقص ناقص 4x3 تمام؟ طيب فبالتالي الحاجة ده رحسبها دائما بعتبرها m زايد 1 m زايد 1 m زايد 1 طيب البعد التساوي حتكون كلها a-m معدد جوالقص البعد التساوي كلها حتكون a-m معدد جوالقص طيب الجوالقص الحاجة اللي تحسبت حتكون a-m زايد 1 ولم تحسبت حتكون a-m فهنا لسا ما حسبت x1 a-m زايد 1 تمام؟ حتكون a-m وبرضو ما حسبت x2 a-m زايد 1 لأنها في الخطوة الثانية حتكون a-m وما حسبت x3 a-m زايد 1 حتكون شنو? a-m طيب نقل التحت تمام؟ حتكون شنو؟ في الغوص 4x1 هنا حسبت m زايد 1 نعم حسبت a-t-x في الخطوة القبيل اللي قبل شوية m زايد 1 حتكون x1 a-m زايد 1 نفسه مفهوم جاو الصايدة تمام اكس 2 اكس 3 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 اكس 1 اكس 3 اكس 3 اكس 4 اكس 1 اكس 3 مفهوم جاو conclusion تكفي ش طيب اكسام 6 إذا كانت الوميجا واحد المعادلة التي ترجع لجاو الصيدر أوتوماتيك لأنه الخمس بلو بيقات بواحد خمس في سالب خمسة تمام حيكم هنا عبارة عن شنو عبارة عن سالب اكس وان اات ام وهن عندك اكس وان اات ام فهيروح شنو هيروح مع بعض تمام يعني ممكن رجع جاو الصيدر إذا عودت فقط الوميجا بيتم بواحد الفريق بين ااتم الاثنين لكن في اس او ار يا اوميجا بواين ناين يا بواين خمسة وعشرين زي ما ذكرت برضو هنا ممكن ترجع إذا اوميجا كانت هنا برضو بشنو بواحد فقط دل المقارنة مثل حاجة ديسة تمام هيدا بترجع شنو جاو الصيدر أوتوماتيك طيب كذلك عاوزين نشتاقها عن طريق شنو عاوزين نحسب المثال هي نفس البورسس لكن شنو بس فقط اختلفت شنو اختلفت المعادلات بتعدي بتاعت الحساب لكن نفس البورسس بتاعت الجاو الصيدر وبتاعت منه بتاعت الجاكوبي بالنسبة له طيب كذلك هنا يحفر رضي اكس نحسبه الكالكولات الاوتوماتيك تمام واي هنا هتكون شنو ام تمام دي حتكون اي دي حتكون بي دي حتكون سي دي حتكون اي دي حتكون بي دي حتكون سي طيب حسابي خارطة ما طيب نحن نشوف كيفية بتاعاتنا انا ممكن اعدي الفيديا لذاتهم اعمل AC كده طيب لكن هنعدي الفيديا X تساوي A تمام زايد الكلام ده كله لكن شوف معي مضروب في اوميجا اللي هو على خمسة اللي هو مضروب في اوميجا طيب انا ممكن اسيف الحاجة دي بساطة جدا لكن خليها ما مشكلة 0.9 افتح غوث عشان الال الحزمة ما تقفل معك تمام احسن نعمل بطريقة مختصرة احاوليكم لا اهسي لان الال الحزمة ما بيشير مساحة فقيمة 0.9 ده خزينه لي 0.9 shift star طيب عاوز اخزينه مسلا الف الليل اوميجا او E كده اوتوماتيك شنو اتخزينه بغيمة E طيب نكتبك المعادلات نقول alpha X تساوي تمام X1 M نقرر من السلاقب بA زائد نلاحظ معي قيمة E اللي هي قيمة اوميجا انا نحفزها بE في ستة مينس خمسة X1 هات M اللي هي رمزة A تمام ناقص اتنين في قيمة X2 هات M اللي هي رمزة ايشنو رمزة B المسألة B زائد C خلان ده كله مكسوم مكسوم على انا استخدام ده على العادية لانه مباشي المساهة على خمسة طيب لكده المعادلة الاولى المعادلة التانية اللي هي هاتقون معادلة X2 هاتقون Y تساوي الب زائد الف اي لقيمة الاميجا قوس اربعة مينس X مينس ستة بي زائد تلاتة سي اكبر الغوز الكلام ده مكسوم على خمسة على خمسة على سورة على ستة المعادلة الثالثة اللي هي المعادلة الام تساوي C زائد E اللي هي الاميجا في سبعة ماينس اثنين X ماينس Y ماينس أربعة C بي أكبر الغوز مكسوم على خمسة على أربعة طيب كده أنا تحايلت لالك اللي هي كل الحاجات الغيمة المطلبة Absolute بين Absolute و al- minus p lift absolute l y minus c تمام؟ طيب نصبت أن الـ A تساوي الـ X و الـ B تساوي الـ Y لنضر الـ Input و الـ C تساوي كما دخلهم يدوياً كده يقفلت معنا الكالكوليتر بداعتي وبالتالي أعمل الكالكوليتر طيب الـ A اللي هي بادئة من الصغر لنضر الـ X1 و الـ E هي بادئة من الصغر و الـ B هي بادئة من الصغر و الـ C هي بادئة من الصغر طيب الـ 1.08 اللي لاحظت لها هنا في الخطوة .438 و الـ X3 بـ B.900 أكبر الخطة هنا واضح بالنسبة له هو 1.08 1.08 تأقل منه تأقل منه خطة في الجدول هنا مباشرة 1.08 وهي قارنه مع الترنس فهو ما أقل من الترنس فهو ما أقل من الترنس فبالتالي حامشة الخطوة البعضية الخطوة البعضية سأعتمد على الدردة لاحظ معي لأن الحسابات أي خطوة تعتمد على الإقابلية الآن اعتمد على الإقابلية ولكن لما أقل من الخطوة سأعتمد على قيم الصفة البعض 1.08 و .438 و .9900 كده أنا أعمل الشرط شرط شرط نعم 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 طيب لكده المعادلة الاكسر الجديدة اللي هي الاكسر الجديدة اللي هي 1.2086 الغيمة الاكسر الجديدة 0.9082 ودي غيمة الاكسر الجديدة اللي هي 0.9A285 نشوفها الاكسر للأول 12.1286 الثاني 0.4 إذن الأول مستبعت الثاني الثاني هو الأصحة وهو .4702 وهو الغيمة المطلقة ليه ما أقل من التساوي الثاني 0.005 فبالتالي 0.005 فبالتالي حمشة الخطوة البعديها ساوي 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 ديكده خطوة الثالثة خطوة الثالثة خطوة الثالثة هذا الماكسمم الرابط ما أقوم باستبعت 0.05 باستبعت 0.05 باستبعت الثالثة ساوي الدلقة يقوم بقيمة X1 و X2 و X3 الخطأ 0.073 0.036 لاحظ معي 3.7 أكبر من 3.6 يقوم بقيمة 13 يقوم بقيمة 0.0037 وهو أقل من الترونس يقوم بقيمة 0.005 يقوم بقيمة 0.0021 و X2 و X3 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 و X4 بقيمة 00 الآن فهناب كثير من نوع 5 يكون 0 هذه هي 0 نقوم بتغيير أو 0 فهناب كثير من 0 0 0 0 وهناب كثير من نوع نقوم بتغيير فهناب كثير من الأول 0 0 0 0 0. 0. هتكون عبارة عن x2. 1. هي 0 زايد واحد بواحد. ضي zero. اصلا بيه صفر. بمتابعة 0. هي 0. 0. Tomiga بيبوين ناين. تمام? في على ستة في اربعة. ال x1. اعد ام زايد واحد. اللي هي هي 0 زايد واحد بواحد. اللي هي x1. و x1. اللي هي دي غيمة انا حسبته اللي هي هدي. حاجة على شكل عودة. الغيمة دي هنا. ناقص ستة. x2. الثاني باي صفر, اللي هي باي صفر. ستبقى الناتج بتاعي على ستة في اربع ناقص واحد و الاجابة بتاعته يحسب تويب نمشي للمعادلة التالية هنا الحسب الاث ناقص الاثنين غيمة هي اكس ون ات ون送一 اللي هي هديه لنا هسابت تاقبال دي له هذه القيمة ازال في الجدول هي برده قيمةي شنو هدي له أنا هيتباها اكس دو ات ون الده هي باعتبارة اكس دو لو لاحظتها جعلانشون هتقوم باعتبارها اكس دو ات زر زshot واحد ده هي قيمته ببقى بجانجس لي ايت ناقص دي اصلا بصفر لانه حساسيت anın اكسسارييات زيرو اللي هي بقيمة هي ات زيرو بقيمة هي زيرو. فبالتالي هنا هيكون بواين ناين على اربعة في سبعة ناقص اتنين. آآ في وان بواين زيرو ايت. ناقص صفر. فبالتالي كده تحكمت حصلت على قيمة اكس سري يا دوب. بعدك نشوف الخطوة بتاعت الفروقات كل واحدة والقابليها. وخط الماكس كامل اغار نمع الدقة اللي هي زيرو بواين زيرو زيرو فايف. بالنسبة علي. وده اكبر. فبالتالي حمشة لخطوة البعدة. تغمية اتنين. برضو اللي حصلوا هنا برضو. هنعمل نفس الاجراءات دي. على نفس المعادلات. لكن هتختلف القيم الدور ده. فالحاجة ده هتاخد زمن. فبالتالي سريع جدا. تقدر تكون حلية المسألة بتاعتك. طيب. كده ده ما يخص الطرق المباشرة. تمام. آآ نمشي للطرق. آآ سوري ده ما يخص الطرق الغير مباشرة. نمشي للطرق آآ الطرق اللي اسمه طرق المباشرة. الطرق مباشرة اللي هي عندي طريقة الجاوس إليميشن. طيب. جاوس إليميشن. بعد نفس الشيء نعمل الترتيب. تمام. بعدك نخطها في صورة بتاعت مصوفة بتاعتنا. اللي هي عبارة عن مصوفة بتاعت معاملات مع مصوفة بتاعت مجاهيل. مع مصوفة الحد المطلقة. اللي هي دي معاملات خمسة. الخمسة. هنا واحد. هنا اتنين. خمسة واحد اتنين ستة واحد. اتنين ستة واحد. ثانب خطوة رulent الخطوة بنفس الماضي خطوة الثالثة هي ابدأ عملية التصفير ابدأ عملية التصفير بعد استخدام قم التصفير الأسفر ففي الجبر الخطي كنت بتصفره عادي يعني مثلا تضرب الصفة الاول ده مثلا اثنين تمام وتطرحه من نفس الصف شان تبقى قد يصفره لكن هنا ما بيحصل كده هنا انا بستخدر نظرية سيما نظرية المساقرات تمام نظرية المساقرات بتقول انه مثلا انا دار ابقى دزيره الحدي عاوز ابقى دزيره تمام طيب عشان انا ابقى دزيره ساهل جدا بالنسبة لي عشان انا ابقى دزيره وابقى دزيره وابقى دزيره شان اقدر احل المعادلات استخدر نظرية المساقرات طيب المساقرات دي بتقول شنو انه الرغم اللي عاوز تساقره ده عاوز تبقيه بصفر ده استخدر معه المساقر بنفس الصف يعني ده هو عبارة عن ده هو عبارة عن يعني في الصفة الثاني العمودة الاول بالساوي تمام عاوز تشتغل مع الصفة الاول فحيكون عبارة عن شنو نفس القيمة كمصفة ا دي بعتبارة مصفة ا ودي مصفوفة ا ده مصفوفة بي وعبارة عن طيب وعبارة عن كمصفوفة ا عبارة عن بزيهن بتاعه اللي هو الرغم ده الواحد ده على العنصر القصادو اللي هو حيكون عبارة عن فحيكون بالارقام عبارة عن شنو عبارة عن فحيكون واحد على خمسة فلو انا عاوز اجيب مصقر العنصر ده حيكون نفس العنصر على العنصر القصادو نفس العنصر على العنصر القصادو اللي هو عبارة عن شنو الام تو ون صف الاول. هيكون طوال مباهرة العنصر القصبت في الصف المصوفة اي اللي هي حكون اي وان وان. هكون بالرقام عبارة عن اتنين على خمسة. اللي هو ادي لجه. ام سري وان بالساوي اي سري وان على اي وان بالساوي لنا اتنين على خمسة في بوين فور. طيب. كده انا جبت المساقرات الخطوة الاولى يعني جبت المساقرات اللي بتخلدها صفر والي بتخلدها صفر طيب اجه التطبيقه لتطبيقه كيف? سهل جدا. بتاعشنو سهل جدا. كل ما عليك انك انتو شنو? الا العنصر ده الا اتوان ده اي توان انا عاوز ابدو صفر. حيكون شنو? نفس العنصر. هيا فهمو معي كده. نفس العنصر الجديد باعتباره. تمام? باعتبار العنصر الجديد. اللي هو هيكون اي توان. انا بقول عليه ستار هم بقوله علي هو تو ما فارقة. ستار اعتباره الجديد يسألنا نفس العصر القديم اللي هو A21 مينس المسقر اللي هو بتاع صفة الثانية اللي هو M21 اللي هو ده تمام؟ في شنو؟ في العصر القصاده اللي هو A11 اللي هو أنا داير أغير ده فحيكون نفس العصر ناقص المسقر العصر القصاده حيكون بلقام بالساولين A21 تمام؟ ناقص المسقر واحد على خمسة في A1 اللي هو خمسة خمسة على خمسة حيكون واحد ناقص واحد بساول صفر وبالتالي ده اغتوماتيك اكباره هتكون شنو بي زيرو وبالتالي ده بيقى بي شنو؟ بيقى بي زيرو بالنسبة لي طيب نواصل الحاجة دي على طول الصف اتغيرت عنصر هنا هتغيره على طول الصف ده تمام؟ حمشة يكون ده رغير ده بعد ده العنصر الجديد لانه هتغير الصف كله هيكون ده العنصر الجديد ده عبارة عن A وغيره 2 الي هو صفت التاني العمود الثاني سايكون ده سايكون ساوي القديم ناغب نساوي لصفت تاني الي هو M 2 1 سابد جديد دي ماهو فالعنصر الجساد الأنهام شغال مع الصف الول سايكون العنصر الجسادة بالصفه الول عبارة عن A 1 2 الي هو 2 نستاوي لنا الي هو صفت له العمود الثاني قيمته با 6 ناڥز المساقر واحد على خمسه. ناڥز che po 1 si tu Joey qui بطنان. س passado 6. خمس في الثنان اللي هي اتنان على خمسة اللي هاي بياك هاي بياك هاي بياكار؟ ال Detective 건 4 lasciari员速 بعد المنجدة. ي 배فوات التج hallway. الآن كم ذلك كم دي continually نignant it. ألنك على الحد المطلق. اسم عليالمية إذا كان. هذا الـ عن شنو? ده. انا نقدر أغيره. هيكون عبارة عن تمام? عبارة عن طيب باعتباره الجديد بيستساولينا نفس العصر تمام? بنقص المسقر بتاع الصفة التالية اللي هو؟ في العنصر القساط هنا شغال مع صفة الاول هيكون العصر القساط عبارة عن الصفة الاول العمود التالت. تمام؟ اللي هو بالارغام حيستساولينا عبارة عن صعب التالي. ناقص واحد على خمسة في سالبا 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 الواحد اللي هو دي الناتج بتاع طوال سالب 2. طيب الحد المطلق كذلك اللي هو ده الحد المطلق هو بي تمام حقول نفس الشي حيكون عبارة عن عبارة عن البي لكن شنو 2 ستار اللي هو هنا ده حتة دي طيب بالسالبين يطلع العنصر الجديدة اللي حستبدل وسيكون العبارة عن نفس العنصر الجديمة مجلس المساقر بتاع الصفة التانية في العنصر الجسادو في المصوفة بي اللي هو عبارة عن البي وان تمام فبالتالي كده أنا تحصلت على القيمة اللي هي هتكون المساقر واحد على خمسة العنصر الجسادو ستة اللي هو دي أربع ناقص بوين تو اللي هي غيمة الواحد على خمسة والستة اللي هي هو بيتو بوين ايد. فبالتالي انا كده غيرت كل عناصر الصف الثاني وبقيت ده شنو بقيت ده زيرو بالنسبة ليه? اجي اغير نفس الشي بما انه انا جبت المصغر للصفة التالت المصغر للصفة التالت اللي هو ريتكم اللي هو بتجيبه كيف? العنصر على العنصر ده تصفر مع اخر على الصفة الاول. دايما انا بحبز اشتغل ليكها تلاتبية اشتغل ليكها التاني مع الاول والتالت مع الاول لما تجيصفر الصف العنصر ده تجيصفر العنصر العنصر. ده نمسح الكلام ده كله. طيب. فبالتالي انا كده غيرت كل عناصر شنو? كل عناصر الصف ده. والقيم الجديد بتاعته اللي هي دية ودية ودية. وبالتالي ده بيقالينا شنو? ده بيقالينا بصفر. وده بيقالينا بخمسة وبوين ده بقلنا توب وينيت. تمام? طيب اني نغير ده. يعني ده ربك جدا زيره. طيب ده ربك جدا زيره. في الاتي. هشتغلها في الاتي. هقول انه ده العنصر ده عبارة عن الصفة التالت. العمود الاول اسطار الجديد بيستغل لنا. نفس العنصر القديم اللي هو ناقص مصغر الصفة التالت اللي هو اللي هو مصغر الصفة التالت اللي هو ده. وانا وردتكم كيف تجيبوه. تمام? في العنصر اللي شغال مع تصفير هنو تجغل مع الصفة الاول. هيكون مباشرة اي ون اي وان وان. والارقام هتكون اتنين ناقص المصغر ده اللي هو عبارة عن اثنين على خمسة. ايشنو? الاي وان وان هو خمسة. خمسة مع خمسة انتهتنين ناقص اتنين بيقام بصفر اينا اوتوماتيك دليقة ايشنو بيقى زيره. تمام? هنواصل على طول الصفة زارت. هبش يقول الاي سري تو ستار. السورين الاي سري تو قديمة. ناقص مصغر الصفة التارت اللي هو اي سري وان في العنصر القصادر نشغال مع امتصفير حيثن اي وان تو. اللي هو ده. هنقوم بذرقان عبارة عن شنو? عبارة عن اثنين. ناقص اثنين على خمسة. تمام? في الاي وان تو اللي هي قيمتة بشنو? قيمتة باتنين. اللي هو القيمة بتاعة الاي سري سري اللي هو ده. ده انا ما غيرتو خلاص. لا يبدأ. اقير ده برضو. هنكون اي سري سري ستار السورين الاي سري سري الكديم. مقص المصغر الام سري وان. تمام? في قيمة العنصر انا شغال مع وصف التصفير اللي هو ده. هنقوم بنتو اي وان سري اللي هو العمود التالي. طيب بالسورين بالارقام اه اربعة ماينس اثنين على خمسة. ليش نو? في اي وان سري اللي بسالب سالب واحد. اللي هدو اللي هو ده. المناسب بتاعه فور بوين فور. كذلك اخر حاجة مشي اغير الحد المطلق اللي هو عبارة عن شنو? البي. هنكون البي سري ستار الساولين القديمة. ناقص مصغر الصفة التارت ام سري وان. في البي وان لانه نشغال مع البي وان مع صفة الاول. هنكون بالساولينة البي سري اللي هي سبعة. ناقص المصغر اثنين على خمسة. تمام? في البي اللي هو عبارة عن الستة. فالناتج بتاعنا هو عبارة عن شنو? اربعة ماين اربعة ماين سيكس. وبالتالي انا كده اغيرت كل عناصر شنو? كل عناصر الصفة التارت. ده بقى زيرو ده بقى زيرو. طيب. 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 اغتوماتك لانا كده اغيرت الشلطة الحاجات دي كل كل الارغام اللي انا حسبتها دي كل الارغام دي كده. تمام? محيط عوضتها في جنو في المصوخة بتاعتيب جديدة. بقى زيرو بالشكل دي. طيب. لسا انا عاوز بقى زيرو صفر. عشانا اغيرها مسلسية مسلسية أولية. تمام? عشانا اقدر احلها. لانه كده ما بقدر بحلها. لانه عندي مجهولين بين مواده الوحدة. في الحالة دي انا اقوم اعمل شنو اقصصفر ده. طيب عشان صفر ده لابد اني اجيب له المصقر. تمام? لاحظ معينا هاجيبه المصقر كيف? التعاوز صفر ده. وقاعد وين في الصفة التارت? هيكون مساقره ام سري. تمام? في الصفة التارت قاعد ياتوا عمود في العمودة التانية. ام سري تو. بالساولين. طيب. انا هاشتغل معي. حيكون نفس العنصر. اللي هو كمصوفة اي? هيكون اي سري تو. تمام? على. طيب. اتا عاوز اشتغل معي عاية تو. لو انا اشتغلت مع الصفة الاول. الصفر ده هيتقير لانه اي حاجة الصفر ده نعقص المصقر في الخمسة هيظهر لك القيمة دي. وانا ما عاوز اقير الصفر ده. فبالتالي. تمام? لما انتجي للصفير للصفة التالي ما هينفع يشتغل مع الاول. هنا اقباري اشتغل مع الصفة التانية. لانه الصفر نعقص المصقر في صفر. بصفر في النهاية. فبالتالي الصفر بداعي دانا بضمن انه ما بيتقير له. تمام? لانه يتغير ده كأنه ما عملت الحاجة. فهين اقباريا لازم اشتغل مع التانية. تمام? حيكون حيكون. حيكون. طوالي مباشرة للعنصر القوسادو هنا يبقى كمصوفة. وعبارة عن اي تو تو كمصوفة اي. هو اي تو تو لها يمكنها الخمسة. بمجات حيكون حيكون. ستة. ابدأ اقيرها الصفة التالية فقط ليت calculate مصحسن يمكنك التنشطي ال非常rada الان اي استغلitution. حيكون اي تو تطوالي مباشرة للعنصر القوسادو هناي التنشطي التي تزيدها التالي اللي هو عبارة عشو اي اه سري اي تو تو ستار. اللي هو انا غيرت الصفة تاني برضو كان. لو بيستورينا بالرقام بوين تو آآ بوين سوري. سوري يا شباب. هنكون اي سري ون ناقص اه دي حتكون تو ون. تو تو ون. اي تو تو ون اللي هو انا شغال مع الصفة العنصر الوساطه هيكون صفر. تمام? ناقص المسقر اللي هو عبارة عن بوين تو على خمسة بوين ستة. في الا تو ون اللي هو الصفة التانية لعمود الاول. اللي هو برضو بشنا بزيرو. حتكون صفر في الكلام ده كله بينتهي صفر ناقص صفر بشنا بزيرو. فانا كده حافظت على الرغم ده زي ما هو. طيب نجرى التانية اللي هي حتكون آآ اي سري تو دوبل ستار. طيب بيستورينا اي سري تو ستار. ناقص المسقر اللي هو ثابت للصفة التالي اللي هو ام سري تو. تمام? في الا اي تو تو الدور ده. ستار. حتكون بس ساولينا البوين تو. ناقص بوين تو على خمسة بوين ستة. في الاي تو تو ستار اللي هو غيرته كان. اللي هو عبارة خمسة بوين كم. خمسة بوين ستة. ما سبعة ستة وخمسة بوين ستة بوين تو ناقص بوين تو برضو بشنا بزيرو. وبالتالي ده بيجا اوتوماتيك زيرو وده بيجا بيجا زيرو. نفس الشيء حطى اعطبقه على طول الصف. تمام? اللي هو هل سيكون مباشرة بالرغام. اللي عودنا عليها اللي هو اة سري سري. تبول ستار. اللي هو بيستغل اة سري. اة سري. اة سري اة سري ستار واحدة. ما قص المسطر. الام سري وان. سورين ام سري تو. في انا شغال مع الصفة التانية حيكون عبارة عن ال A 2 3 السر اللي هو نغير تالية حيكون مباشرة بالسعب لنا 4.4 ناقص 0.2 على 5.6 في صالب 2. صالب 2.8 تمام؟ طيب طيب لدي تغريبا اجابة اجابة 4.5 0.4 0.5 فبالتالي حاجة استفدل هنا ال 4.4 اخر حاجة المطفقة سيكون ال B 3 0.1 ناقص المصغر ونشغل مع صفحة ثانية حيكون B 2 0.2 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 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 حد المطلقة وهو 2.8 فانا عاوز انا انا حصلت اردي بالنسبة لقيمة با واحد هيكون عبارة عن خمسة با واحد سلتة اكس تو وهي لو اديها با غادي هيكون بالساوي 2.8 زايد 2.8 اللي هو في واحد با 2.8 اللي هو بالساوي لنا خمسة با واحد سلتة ايضا هاكسب الطرفين على خمسة با واحد سلتة اذا دي برضه باشنو با واحد طيب كده انا حصلت قيمة دي بائة اجلى شاء الى اight امشي اجيب قيمه منه اكس ون حاعط المعادلة اللي هو دي ما هي رجعة ثممة اكس ون تمام زايد ٌ اكس تو بن Sunday اكس اش تري بساوي ستة باب واحد ودب ويت واحد حكون خمسة اكس ون زايد اتنين ناقص واحد يساوي ستة نناغس واحد ببا واحد احشروا الدبائي قادي حمشي بات سالة حيبقى خمسة اكس وان اه بالساولين ستة مقص واحد اللي هي بخمسة اقسم على خمسة اقسم على خمسة اقسم على خمسة ايضا قيمة بالساوي واحد كده ايضا قيمة ال x1 بساوي الواحد وكده يكون حلية المجموعة بتاعت المعادلات دي عن طريق قاعدة الحسب لجاوس فالحاجة دي طبعا بتختلف على حسب عدد المعادلات فاخدوها كقاعدة عامة اذا مسلا كان عندي هنا مسلا x1 x2 x3 مسلا a1 a2 a3 لحظة لمساعدة كده اذا مسلح قاعدة تانية طيب اذا مسلا كان عندي مصفوفة فيها من اربع معادلات يعني فيها تض mastered ah11 والід ah12 وسلاء او كده احيكون اH21 اH22 اH23 اH24 طيب اH31 اH32 اH33 اH34 طيب هنا هيكون معها هيكون الحد المطلق بي وان بي تو بي سري بي فور طيب في الحالة دي من اربعة مواعدلات اشان نبقيها مسلسية عليا انا لازم اصفر دلتنا. تمام اشان نبقيها مسلسية عليا اشان لاحقا نقدر احسر قيمة Clinic ً موسغر للصفدة للمرة الاولى اشتغلة ده مع عادة وده مع عادة تمام على ع 일부 موسقبة والام فور وان. تمام? بعددي المرة التانية لما تجي تشتغل ده لما غيرت التصفير كلا عند ده سفر ده بيقه صفر ده بيقه صفر. تمام? طاني ما يفعل اشتغل مع الصفة الاول. بعدها اشتغليه صفة الرابع مع التاني. يعني ما هيسره. هنا صفر شنو? يعني صفر ده. واشتغلي ده اه اشتغلي ده برضو مع مع التاني. يعني ال promotes لان صفر ده. قبيتار يدر استان بيقه زيرو. اذا ماذا بيقه اشنو بيقه تمام فبعدك بشتغل الاثنين مع بعض لانه ما ينفع اشتغل مع الثاني شان ما غيرها الصفرين دل ولا غيرها الصفرين دل. ابقال هنا ł baka 0 مباشرة. لما ايج اشتغله هيبقى 0. بالتالي اشتغليه المرة الاولى كلهم مع الاول. تاني حاجة تالت الرابع مع الثاني والتالت مع الثاني ثاني بعد تك اشتغليه الرابع مع الثاني مع الثاني شانا صفر عن صرد want to 0 خيصيبكي عندي 6 مصاقرات المصاغر ليده يعني سيكون عندي المصقر و المصقر المصقر و مصقر و يكون عندي 6 مصقرات ويعطبقه على طول المعادلات و أحل المعادلات و كذا يكون قديمة قد قيمة و كذا الباب الثاني بالنسبة لنا اللي هو بتكلم عن حالة المعادلات الخطية انتهى ونلاقيكم في الباب التالي اللي هو بتكلم عن طرق التغريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته